بالرباط قدمت كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وسفارة اليابان مشروعاً لحماية ومساعدة اللاجئين المقيمين بالمغرب وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لشؤون الهجرة واللجوء ويتعلق الأمر بمساعدات طبية وتداريب مهنية لفائدة هذه الفئة ذلك في الفترة من أبريل حتى شتنبر القادم إنها المرة الأولى التي تدعم فيها اليابان المهاجرين في المغرب مباشرة نحن سعداء بالعمل مع الجميع مع الحكومة المغربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعض الجمعيات في المغرب هذا المشروع هو مبادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحن نعتقد أن الأمن الإنساني مهم جداً وهو واحد من أهم الأسس التي تعتمد عليها سياسات اليابان نحن نؤمن بأن هذا المشروع مهم لتحسين التعايش والتسامح في المغرب هذا المشروع الممول من طرف الحكومة اليابانية بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب كيهم المساعدة للاجئين المقيمة بالمدن في المغرب هذا المشروع اللي فيه جزئين واحد جزئ كيخص صحة ديال اللاجئين وكيخص الشغل واللجوة الميدان الشغل وكذلك التربية وكذلك التكوين المهني كيدخل في إطار البرامج اللي كتخص السياسة الوطنية الهجرة واللجوء اللي تبنىها المغرب منذ سنة 2013 اشتركوا في القناة